الوجوه ذاتها وشعراته لم تختلف كثيراً رغم قلة العدد في الصحة هذه هي حال حركة عشرين فبراير التي تحتفل بعد انتلاقها الثالث وتخرج في شوارع العاصمة الرباط وباقي المدن المغربية احتجاجاً على ما يسميه ناشطوها استمرار ترد الأوضاع الاقتصادية وتدهور مستوى معيشة المواطن والانغلاق على مستوى السياسي كانت حركة عشرين فبراير أقوى هيئة احتجاجية في المغرب من حيث العدد والتنظيم والنفس الطويل هذه الحركة التي ولدت من رحم ما يعرف بالربيع العربي بدأت تخفط حدتها بحسب مراقبي أعتقد أنه تعود أسباب انكفاء حركة عشرين فبراير إلى عدة عوامل منها أنه سادت هناك قناعة بأنه بعد الاستجابة للمطالب السياسية ستتحسن الأمور وتتحقق مجموعة من المطالب منها كذلك محاربة الفساد بعد وصول العدد والتنمية ويتسأل الكثيرون عن ظروف عودة حركة عشرين فبراير هل هي فعلاً المطالب التي لم تتحقق من دفعتهم للخروج مجدداً إلى الشارع وبالتالي يمكن الحديث عن سنة احتجاجية جديدة أم أنه فقط حمص الاحتفال بالذكرى وفي الوقت الذي يرى فيه البعضاً أحد أسباب تراجع الزخم العشرين فبراير هو ما بدرت به الحكومة من إصلاحات نضافة إلى دستور 2011 فإن البعض الآخر يرى في عودتها إلى الشارع وإن كان بأعداد قليلة نتيجة لما وصفوه بعجز الحكومة عن حسن إدارة الشأن العام وبقاء الإصلاحات الأساسية في خانة الوعود والنيات مجموعة من العوامل المتداخلة تؤجيج واقع الاحتجاج في المغرب من بينها أساساً أنه الخطاب السياسي اليوم وخطاب الحكومة اليوم هو خطاب تي إي سي أكثر منه خط أنه خطاب للأمل والاستشراف في المستقبل وبالتالي يتضح من خلال القرارات اللاشعبية التي تتخذ هذه الحكومة والتي في أغلبيتها وفي شموليتها تمس طبقات شابية ويرى مراقبون أن عودة الحركة إلى التدهر من جديد يؤشر إلى أنها تدشن لمرحلة جديدة من التحالفات مع بعض المعارضين للحكومة كالنقابات وبعض أحزاب المعارضة يوسف شكريا الحرة الربط